بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا شباب يربي جميع أن تكونوا بخير النهاردة درس العمل الثامن لمقرر الميكروبيولوجيا البيئة هناخد في الدرس العمل الثامن دراسة ميكروبيولوجيا المياه وازاي نكشف عن الجودة الميكروبيولوجية للمياه المختلفة أي مصادر المياه المختلفة سواء كانت بحيرات أو بحار أو مياه النيل تم تأدير الجودة الميكروبيولوجية لمياه الشرب عن طريق أن احنا بنشوف الحمل الميكروبي المتواجد فيها سواء كان بكتيريا أو فتريات أو خمائر وأيضا بنكشف عن المجميع الميكروبية المرضية بالأخص مجموعة الكولون اللي بتحتوي على العديد من الأجناس البكتيرية المرضية زي جنس الإشريشيا وسلمنيلا والشايجيلا والبروتيس والكمبيلوباكتر وأيضا الانتيروكوكاي فهنا عشان قادر جودة الميكروبيولوجية ونقرنها بالاستاندر هل هي المياه اللي بنستخدمها أو المياه الخارجة من محطة المياه الشرب لتوزيع المنازل هل هي خالية من الميكروبيات المرضية هل المحتوى الميكروبي لها مطابق للمواصفة ولا لا فأول حاجة بنقدرها في الجودة الميكروبيولوجية أنه بنقدر الحمل الميكروبي أو بنشوف عالد الميكروبيات الموجود في المياه بيوصل لأنهي مستوى وأيضا بنكشف عن مجموعة الكولون كأحد اللي بستدل على وجودها أن المياه المستخدمة في الشرب ملوسة بمياه الصرف الصحي أولا بنجري اختبار لعد كل الميكروبيات المختلفة أو المجميع الميكروبية اللي بتشمل البكتيريا والخمار والفليتريات هنبدأ نعدها كل مجموعة على هذا ففي البداية بنبدأ نحضر الإمكانيات المناسبة للتجربة بنحضر عندنا أنبيب بتحتوى على 9 ميلي مياه دي الخاصة بيه سلسلة التخفيفات لأن هنا الأساس اللي عين بإجراء التجربة عمل سلسلة من تخفيفات العشرية ولعد بطريقة الأطباق فأول حاجة أبدأ أحضر سلسلة من تخفيفات العشرية وهي أنا بيب بتحتوي على 9 ميلي مياه مقطرة معقمة وهنحضر بيئات المناسبة لنمو المجميع الميكروبيا المختلفة هنحضر أجار مغزي لتنمية البكتيريا وأجار مولت أو بطاطس لتنمية الخمائر والفتريات هنحضر أيضا بقية الإمكانيات وهي أطباق ومصات معقمة اللازمة للتجربة طيب هنبدأ بقى نشتغل إزاي التجربة؟ أول حاجة هنبدأ نحضر عينته المية تحت الظروف المناسبة لنقل وحفظ العينة ثم نبدأ نشتغل على العينة هنقلبها كويس جدا قبل نبدأ نشتغل عليها ونبدأ أول نقطة خالص في التجربة نعمل سلسلة التخفيفات العشرية نحن هناخد 1 ميلي من العينة اللي احنا قلبناها كويس ونحطها لأول أمبوة من سلسلة التخفيفات وكده ده التخفيف الأول أو المبدئي عشر أستالب واحد ونرجو كويس جدا ونبدأ نقل أمبوبة تانية 1 ميلي وده التخفيف التاني ونبدأ نستكمل سلسلة التخفيفات حتى سلسلة التخفيفات المحددة للتجربة فهن هنشتغل هنا ده هو التخفيف السادس عشر أستالب ستة ثم بعد ذلك هنبدأ نصب التخفيفات عندنا في الأطباق البطري بحيث لكل التخفيف طبقين مقررتين على أقل ونبدأ نصب البيئات الغزائية رقم ثلاثة بحيث كل مجموعة ميكروبية صب لها البيئة الغزائية المنازمة يعني لو احنا بنعد عندنا البكتيريا نبدأ نستخدم بيئة أجار مغزي ودي البيئة بيكون زابطها في البداية قبل التعقيم على ستة لسبعة أما في حالة الفطريات والخمائر فبستخدم بيئة أجار الملت أو البطاطس وببدأ أصب التخفيفات كل تخفيف ليه طبقين على أقل زي ما ادفعنا ونبدأ بعد أصب التخفيف نصب بالبيئة ثم نقلب كويس التخفيف مع البيئة على شكل حرف 8 حتى يحدث استجانوس بين البيئة أو اللقاح أو التخفيف اللي تم صبه رابع نقطة بعد ما صبنا لإدفاع ونتركها حتى تتصلى بنبدأ بقى نحضن على درجة الحرارة مناسبة لكل مجموعة ميكروبية في حالة البكتيريا هنبدأ نحضن على درجة حرارة 37 درجة ماء ولمدة 48 ساعة أو 24-48 ساعة أكثر حاجة بينما في حالة الفطريات والخمائر هنحضن على درجة حرارة 28 أو من 25-28 لمدة بتوصل معنا من 3 ل7 أيام هنلاحظ في حالة الخمائر هتنمو أسرع عن الفطريات فخلال 3 أيام ماكسموم هبدأ ألاحظ نمو مستعمرات الخمائر بينما في فترة التحضين أسبوع هبدأ ألاحظ نمو الفطريات إذا كانت متواجدة طيب خلو سيبقى أنا كده زرعت ونميت هبدأ بعد كده أحسب عرض المستعمرات لكل تخفيف على حده وأبدأ أستخرج عندي التخفيف المناسب اللي أنا هعوض في القانون عن طريقه عندنا بنستخرج التخفيف المناسب اللي عاد بيكون ما بين مستعمرات 30-300 مستعمرة هبدأ أفحص جميع التخفيفات وأشوف أني تخفيف من هذه التخفيفات المناسب معي أني أنا قدر أعده يعني المستعمرات بتقع تحتيه ما بين 30-300 مستعمرة تمام؟ وبعد كده خلاص طلعت لتخفيف المناسب هبدأ أطبق فيه قانون العاد بس قبل ما أبدأ أطبق لازم أستخرج عندي متواصف عاد المستعمرات للتخفيف وهو بيساوي عرض المستعمرات الكلي على عرض الاتباق أو عرض المكررات اللي أنت عملتها لنفس التخفيف ثم هبدأ أطبق في القانون عندك القانون زي ما إحنا شايفين بيقول عرض الخلال ميكروبية في 1 ملي عينة مية اللي أنا بقدر فيها بيساوي متواصف عرض المستعمرات للتخفيف في مقلوب التخفيف كل ده على حجم العينة المية اللي احنا أخذناه اللي هو 1 ملي يبقى تاني مرة أخرى إزاي بعمل عرض كل الميكروبات الموجودة في عينة المية عن طريق تكنيك العرض كل بالأطباق اللي هنا التكنيك بيعتمد على استخدام سلسلة من التخفيفات العشرية للعينة بناء على هذه السلسلة التخفيفات ببدأ أوصل لرينجر مسموح من الميكروبات اللي أنا أستخرجه وعود فيه قانون العد ففي البداية ببدأ أعمل سلسلة من التخفيفات العشرية من العينة ثم بعد ذلك أبدأ أصب كل تخفيف على حدة في الأطباق البتري وأستخدم البيئة المتخصصة للتنمية لو أنا بعد بكتيريا أستخدم أجار مغزي لو في تريات وخمائر مولت أو أجار بطوتس أصب البيئات الخاصة بالتنمية وبعد كده أحضن على درجة مناسبة لفترة التحضين كدرجة حرارة وفترة التحضين أو درجة مناسبة للتنمية ثم أستخرج بعد ذلك أعرض المستعمرات المناسب لكل تخفيف وأبدأ أطبق في قانون العد يبقى كده أنا طلعت العد كل الميكروبات الموجود في عينة المية هبدأ أشوف هل هذا الليمت أو المستوى من الميكروبات ده ميطابق ليه المواصفة ولا لا طيب لو لقيته أعلى من المواصفة هبدأ أشوف الإجراءات اللي أنا هبدأ أطبقها عشان أقلل هذا الحم الميكروبي أو تفاديه بحيث ميأثرش على صحة المستهلك فيما بعد بيتم تقدير الجودة الميكروبيولوجية للمياه الشرب على وجه الأخص عن طريق أنه إحنا بنكشف عن مجموعة الكولون فيها فإذا تواجد مجموعة الكولون في مياه الشرب ده دليل قوي جدا أن المياه الشرب ملوثة بمياه الصرف الصحي وبيتم تكشف عن بكتيريا الكولون أو مجموعة الكولون باستخدام التحليل القياسي للمياه وبكتيريا الكولون بتشمل تحتيها أجناس متعددة من البكتيريا المرضية طيب بيتم إزاي تكشف عن مجموعة الكولون تاني عن طريق التحليل القياسي للمياه وده بيتم على ثلاث خطوات أو ثلاث مراحل متطالية أول مرحلة أو أول اختبار عندنا الاختبار الاحتمالي ثم الاختبار التأكيدي ثم الاختبار التكميلي ومجموعة القولون بتتميز في النمو أنها هي لها القدرة على تخمير سكر اللاكتوز وإنتاج غيز وبالتالي أما أكشف عليها هبدأ أحط لها في البيئة المناسبة للتنميتها سكر اللاكتوز ودليل على تخمير سكر اللاكتوز وحط عندي أيضا دليل يصدل منه أن البكتيريا بتكون غيز وده اللي بيجرى فيه الاختبار الاحتمال إن في الاختبار الاحتمالي ببدأ أكشف عن مجموعة القولون اللي احتمالية تواجدها في مياه الشر عن طريق استخدام بيئة ماكونك السيلة اللي بتحتوي على اللاكتوز أو بيئة مرأي اللاكتوز وبتحتوي هذه البيئة على دليل بروموكريز البربل بيكون لونه بربل أو بنفسجي في الوسط المتعادل وبتحول لونه إلى الأصفر في الوسط الحامدي وأيضا بستخدم في تحضير هذه البيئة بعد صبها في أنابيب وتعقيمها بستخدم عندي أنابيب درهام بيبقى دي أنابيب صغيرة بتوضع داخل أمبوت الاختبار بشكل مقلوب في تواجد البيئة وهنا بعد التعقيم ببدأ ألقح من مياه الشرب أو مصدر اللي أنا بكشف عن جودته وحضنا على سبعة وتعاتين درجة مقوي لمدة أربعة وعشرين ساعة فإذا تحول لون الدليل من البنفسجي لللون الأصفر ده معناه أن عينة المية ملوسة بمجموعة القولون لأن قامت بتخمير سكر اللاكتوز وأنتاجة حامض حمض اللاكتك وجود الحامض مع الدليل أي وسط حامضي مع وجود الدليل أدى إلى تحويل لون الدليل من البنفسجي إلى الأصفر وبحط عند دي هنا أنبوب الدرهام علشان إذا كانت مجموعة القولون أيضا متواجدة هيبدأ يكون غاز وهتكون غاز الغاز أو هتجمع داخل أنبيب درهام بعد كده باجي في الاختبار التاني الاختبار التأكيدي أن أنا بأكد بها أن النتيجة اللي طلع معي في الاختبار الاحتمالي أن دي مجموعة قولون يعني لو لقيت في الاختبار الاحتمالي لون أصفر أو تكوين لون أصفر اللون الدليل وتكوين غاز في أنبوب الدرهام هبدأ أعجري الخطوة التانية أو أعمل الخطوة التانية وهي لأن أنا أكد أن دي مجموعة قولون ففي الخطوة التانية أو مرحلة التانية ببدأ أخذ أنابيب المجابة اللي هي قعدة النمو وبتكون غاز وابدأ أن أنا ألقح منها على بيئة متخصصة لمجموعة القولون يبقى في المرحلة التانية ببدأ أخطط من النتيجة المجابة أو لقح من النتيجة المجابة على بيئة متخصصة لمجموعة القولون وابدأ من خلال هذه البيئة المتخصصة افرق ايضا بين مجموعة الكولون او الاجناس الموجودة داخل مجموعة الكولون بعد كده بيبدأ نجري الاختبار التكميلي الاختبار التكميلي بيبقى الفكرة منه ان انا ببدأ انامي في مزارع نقية يعني ايه الكلام ده ان انا عندي التفاعل الموجب او النتيجة الموجبة اللي طلعت معي على اطباق الصلبة ببدأ اخدها ونميها بشكل نقي في انابيب سيلة من بيئة المكونكي السيلة او مرأ اللاكتوز السيلة وببدأ ااخد هذه الميكروبات في شكل ناقي وبيكون ذات عدد كبير من الخلايا ابدأ بعد كده ادرس عليها الخواص الفيسيولوجية والمرفولوجية المميزة لمجموعة الكولون وفرق بينهم طيب طريقة اجراء عمل اختبار التحليق يصل المياه لكشف عن مجموعة الكولون ازاي بتم اجراءه تاني ان احنا بنبدأ اول حاجة نعمل الاختبار الاحتمالي وهنا ان احنا بنشوف احتمالية المياه اللي احنا بنستخدمها في الشرب وملوسة بمجموعة الكولون ولا فابدأ استخدم عندي بيئة متخصصة لتنمية مجموعة الكولون وهي بيئة مكونكي السيلة بتحتوي على مرأي اللاكتوز كمكون اساسي بتقدر تستخدمه بكتيريا الكولون في عميات تمثيل الغذاء وعن طريق ان هي لو كانت متواجدة هتبدأ ان هي تخمر سكر اللاكتوز وتدي حمض اللاكتك حمض اللاكتك هيبدأ يخفض من البيئة الوسط وبالتالي الدليل اللي انا حطه هيبدأ يتغير من اللون البنفسيجي وهو موجود في الوسط المتعادل الى اللون الاصفر وهو للوسط الحمض فمعنى كده استدلي ان عندي مجموعة الكولون تانية حاجة لو تكون عندي غيس في انبوب الدرهام ده كده دليل ايضا ان مجموعة الكولون المتواجدة لان هي لا القدرة على مع تخمير السكر انتاج غازات اثناء عامل التمثيل الحيوي لها او التمثيل الجزائي فيتكون غيس يبقى النتيجة المجابة بالنسبالي في الاختبار هيبدأ اتغير لون الدليل من بنفسيجي للاصفر وتكوين غيس في انبيب درهام طيب ازاي هبدأ بقى اعمل الاختبار الاحتمالي هبدأ اول حاجة احضر بيئة مكونك السيلة في انبيب الاختبار وبعد ما حضرها هبدأ احط معاها انبوب الدرهام بشكل مقلوب زي ما احنا شايفين في الصورة وعقم وبعد التعقيم هبدأ اجري الاختبار القح من عينة المية هرجع عينة المية كويس قبل ما استخدمها وبعد كده القح في انبيب اللي بتحتوي على مرأ مكونكي او بيئة مكونك السيلة هلقح واحد ميلي لبيئة مكونكي بقى حتى حوالي عشرة ميلي من البيئة في مبتل الاختبار وقلب كويسه بعد كده حضنا على درجة حرارة مناسبة لمجموعة القولون وهي 37 و37 درجة ما قوي دي من المناسبة لجميع المون ميكروبات المرضية اللي ان هي نفس درجة حرارة الجسم فالاوب تنبريد شر لها 37 درجة ماوي وبسيب الاختبار خلال يومين يعني من 24-48 ساعة هبدأ افحص النتيجة بتاعتي فعندي النتيجة احد النتيج اللي احنا ممكن اتعرض لها كالتالي زي ما احنا شين في الصورة الممكن تكون النتيجة سالبة ان هو مش هيحصل تغييد في لون الدليل ويعني مش يحصل تخمر معنى زلك ان العينة نظيفة وفيش فهم مجموعة الكولون وبالتالي ما حصلاش تغيير في البيئة المتخدمة في الكشف النتيجة التانية وهي نتيجة المجابعة ان يلاقي عندي تغيير لون الدليل من بنفس جل الأصفر وتكوين غاز بقمود درهام بيوصل لحوالي تربع حجم الأنبوبة او عشرة او اكبر من عشرة في المية من حجم الأنبوبة معنى ده ان عندنا في مجموعة كولون في المية او المياه ملواصة بمياه صرف صحي وطبعا ده شيء غير مرجوب هنبدأ نتخلص منه بأحد التكنيكات المتبعة في محطات مياه الشرم ممكن اتحصل على نتيجة تلتة انا راقي عندي لون الدليل تحول من بنفس جل الأصفر ولكن عدم تكوين لون عدم تكوين غاز في أمبوب درهام وده معناها ان اختبار مشكوك فيه فقد تكون مجموعة كولون ولكن عددها ضئيل جدا ملحقش يكون غاز في الأنبوبة او يكون العينة ملوصة بميكروبات لا القدرة على تخمير سكر الأكتوز ولكن لا تتبع مجموعة كولون فعشان اتأكد من النتيجة بتاعتي وهي نتيجة المشكوكة عايز تأكد هل ان اختبار مجب ولا لأ هفضل احضنها كمان 24 ساعة اضافية حتى اتأكد من النتيجة لو لقيت عندي ظل نتيجة زي ما هي ان تحول لون الدليل للأصفر وما فيش ايضا غاز معنا كده ان دي ميكروبات لم تتبع مجموعة كولون او تكون اجناس اخرى من هاش قدرة على انتاج الغاز تتبع مجموعة كولون فبقى كده عندنا ممكن نتيجة سليبة او نتيجة مجابة او نتيجة مشكوك فيها رقم بيه هنعمل اختبار التأكيدي والاختبار التأكيدي ببدأ اعمله لما بيظهر عندي النتيجة مجابة في الاختبار الاحتمالي يعني اخد النتيجة المجابة للاختبار الاحتمالي اللي هي الأنابيب اللي كان فيها اللون أصفر وتكوين غاز هبدأ اعمل عليها الاختبار التأكيدي ان انا القح منها على بيئات متخصصة بتبدأ تنميلي او تظهرلي مجميع البكتيريا المختلفة لكولون فبستخدم في هذا الاختبار بيئة متخصصة وهي بيئة الاسلين مسلين بلو او الام بي هي اختصار اي ام بي الاسلين مسلين بلو بتحتوى على الايوسين وازرق المسلين فبستخدم هذه البيئة في التفريق او تنمية اما جميع الاكولون واحيانا بنستخدم بيئات اخرى زي بيئة الاندو اجور فدي او دي ببدأ اللقح عليها من الاختبار الاحتمالي نتيجة المجابة لي بلقح عليها واحدا على 37 درجة ماء والمدة يومين وبعد كده ببدأ اشوف افحص المستعمرات النموذجية اللي على الطبق عن طريق شكل المستعمرة ولونها ببدأ استدل ده جنس ايه يعني على سبيل المثال جنس الاشريشيا خاصة النوع الاشريشيا كولاي بيبقى بيدي لون اخدر معدني مثال الجيرين على بيئة الاي ام بي تمام كده طيب بعد كده ببدأ بقى اعمل الاختبار التكميلي الاختبار التكميلي ان انا باخد من النتيجة اللي طلع معي الاختبار التأكيد باخد المستعمرات اللي نمية بشكل واضح اللي انا خلاص تأكدت من ان هي اي جنس من مجموطه كولون ببدأ اخدها وانميها بشكل كسيف جدا ونقي داخل انابيب من بيئة مكونك السيلة وايضا بحط معيها برضو انابيب درهام هي هنا في الاختبار التكميلي ان انا الفكرة بعمل اكسار وتنقية لاجناس الميكروبية طلع معي من الاختبار التأكيد عشان بعد كده لو انا هكمل عليها الاختبارات الفيسيولوجية او الفيسيو كيميائية عشان افرق بينها زي اللي هي اختبارات التفرقة اللي بتشمل الاندول والسطرات واحمر المنصيل والاكمن وغيره من الاختبارات التفرقة فهنا في التكميلي ان انا بنقي وبقطر الميكروب او الجنس الميكروبي اللي تلع معي في الاختبار التأكيد يبقى تاني ازاي بعمل تحليل القياسي للمية ان انا بعمل عد كل الميكروبات والنقطة التانية وديه الاهم بالنسبة لنا ان احنا بنكشف عن مجموعة الكولون ومجموعة الكولون بكشف عليها عن طريق بعمل ثلاث خطوات متتالية اول حاجة بنعمل الاختبار الاحتمال وده بنستخدم فيه بيئة سيلة بيئة ماكونكي ببدأ اللقح من العين نفسها واشوف بعد التحضير النتيجة المجابة النتيجة المجابة بستخدمها استكمل بيها النقطة التانية وهي الاختبار التأكيدي ببدأ اللقح على بيئات متخصصة زي الام بي او الاندواجار من الاختبار الاحتمالي النتيجة المجابة لي وآآ ثم بعد ذلك ابدأ افرق بين الاجناس الميكروبية المختلفة على الا ام بي في الاختبار التأكيدي بعد كده بنبدأ نعمل الاختبار التكملي اللي انا اقتر ونقل الميكروب اللي طالع او الجنس الميكروب اللي طالع على الاختبار التأكيدي يبقى هنا في تحليل القياس المية خاصة في الكشف عن مجموعة الكولون بنعمل تلات اختبارات منطلية وهي الاختبار الاحتمالي ثم التأكيدي ثم التكميلي هنفر فيه طرق اخرى لكشف عن ميكروبات الكولون او الاجناس لطبع لمجموعة الكولون اه وهي استخدام المرشحات الغشائية اه طبعا مرشحات الغشائية دي تكنيك حديث بيسهل على التكنيشن اللي شغال اه عملية اه الفحص او عملية الكشف عن مجموعة الكولون فهنا بستخدم اخشية اه ليها سجب معين ببدأ اه رشح عينة الميا من خلالها وتبدأ تحتاجز او اه تشيل الميكروبات الغير اه مرغوبة في عينة الميا فكده الميكروب موجودة على الجشائية لما اجي انا مياع لبيئة الخاصة بيه هلاقيه في شكل مستعمرة فهنا المرشحات الجشائية دي سهلت بدلا ما ابدأ اعمل اختبار مثلا اه التحليل الكياسي للمياع ثلاث خطوات هنا لا استخدم المرشحات الجشائية كخطوة واحدة رشح عينة الميا وبالتالي استدلع على الجنس الميكروب الموجود فده بيسهل عملية الكشف عن الجودة الميكروبيولوجية للمياه طيب يبقى هنا في طريقة المرشحات الجشائية لتحليل المياه ميكروبيا بنستخدم مرشحات الجشائية لحجز البكتيريا من المياه واي مادة تانية اخرى صعيدة فالفكرة هنا ان بستخدم اخشية بيكون حجمها او البورس السكوف فيها بيكون اصغر من حجم البكتيريا او الميكروبيا وبالتالي لما اجا رشح المياه من خلال هذه الاخشية او مرشحات هتبدأ تحتجز على سطح الخارجي للغشاء وابدأ بعد كده اخذ السطح الخارج او باخد غشاء ده وازرعه على البيئة الخاصة بكل مجموعة ميكروبية انا بكشف عليها وعدها واشوف عليها او هي متوعدة ولا لا طيب على سبيل المثال مثلا الميكروبيات اللي ممكن نستخدمها في ان احنا نكشف عليها ممكن استخدم عندي ان انا اكشف على مجموعة الفيكل ايكولاي او مجموعة الكولوفورم كلها وطبعا كل هذه المجموعات الميكروبية لها البقاءات متخصصة على سبيل المثال لو انا بكشف عن مجموعة الكولون هستخدم بيئة الاندو اجار او الاندوميديا ممكن لو انا عايز اكشف عن مجموعة البكتيريا البروزية اللي هي الفيكالستريبتو كوكاي فببدأ استخدم لها بيئة اسمها اجار انترو كوكات المودوفايت المعدلة لو انا عايز اكشف عن بكتيريا الكولون البروزية فبستخدم بيئة بتسمى بالامي اف سي بروس وهكذا يعني حسب كل مجموعة ميكروبية ليها بكتيريا متخصصة بنميها عليها وليها درجة حرارة مناسبة بنميها ايضا عليها طريقة المرشحات الجشائية لتحليل المياه ميكروبيا زي ما اتفقنا الاساس فيها ان احنا بنحجز الميكروبيات بالاخصة بكتيريا عن طريقة الطريقة آلية فهنا بيبدأ نستخدم المرشحات بيكون كترها اصغر من حجم الخلايا الميكروبية يعني الكتر بتاع المرشح بيبقى فيه مستوى بين 22-45 مايكرون وده طبعا بيكون اصغر من حجم الخلايا البكتيريا فلازم اماجز انا المرشح اللي انا هستخدمه في ترشيح عينة المياه او اي مرشحات عامة بستخدمها في تعقيم او ترشيح او تخلص من الميكروبيات في اي وسط سائل لازم اراعي كتر السوج بالمرشح يكون اصغر من حجم الميكروب لنا برشحه لازم اراعي الشحنة الكهربائية للمرشحة احنا عندنا الميكروبيات كلها موظمها كلها بتحمل شحنة سليبة ده اللي غالب للحمد النووي الموجود بداخلها وبالتالي ما جاء اصنع الشحنة الكهربائية لازم اراعي هذه الشحنة عندنا ايضا دربة الامدصاص نفسها لخلايا البكتيريا على السطح المرشح وطبيعة السائل لزوجته وفدي كلها عوامل بتأثر على ترية الترشيح ازا ما احنا شايفين هنا في الصورة عندنا في صورة لمرشح او معاكم بالترشيح ازا ما احنا شايفين ده كده شكل ورقة الترشيح اللي بنحطها او الفلتر في الجهاز الخاص بالترشيح ده شكل المستعمرات عليها بعد ترشيحها وتنميتها ازا ما احنا هنا شايفين في الصورة التانية ده فتحات المرشح تبقى صغيرة جدا حجمها صغير اصغر من حجم الميكروب اللي بيرشحه الموجود في السائل فلازم نراعي ان هيكون حجمها صغيرة عشان الميكروبات ما تمرش اثناء عملية مرور السائل او ترشيحه طيب متكناشا بقى اللي شغال في المعمل بيبدأ ازاي يعمل ترشيح لعينة مية ويبدأ شوف الميكروبات الموجودة فيها ازاي بقى التجربة بيعملها اهم حاجة في التجربة ديت ان انت ازاي تحضر المرشح بتاعك او جهاز الترشيح بتاعك وازاي تعاقم الادوات اللي بيستخدمها في هذا الجهاز دي نقطة مهمة عشان مايأثرش على النتيجة للاختبار فاول حاجة بتبدأ تجهز جهاز الترشيح وهو بتكون من عدد مجونات اهمها الورق الترشيح اللي بنستخدمه والبامب اللي بتضخ او بتعمل تفريغ الهواء او بتضخ هواء عشان يبدأ يعمل فلتريشن للمية لازم برضو استخدم عندنا فيه سدادة متطيع عشان تحكم لي عم يتقفل المرشح مع الدرق اللي يستقبل الرشح او يستقبل المية نقية من الميكروبات فدي كلها حاجات بنبدأ بنركبها ونبقى عارفين كل معيار واحدة يشتغل ازاي? طيب المهمة ببدأ ازاي اجهز الجهاز بتاعي او ان انا احضره هبدأ في البداية هنقل المرشح الغشائي او الفلتر بيبر او الفلتر ممبرين او احطه فيه قاعدة واحدة ترشيح امسكه بملقاطها وبيكون معاقم امسكه بملقاط معاقم واحطه اه على واحدة الترشيح او الجهاز الخاص بواحدة ترشيح بقى مع مصمم على حسب حجم ورقة الترشيح او الفلتر ممبرين واحطه جواه وبعد كده هبدأ اعقم الجزء الخاص بوضع العينة اللي هو القمع عندنا فيه ق bekommen بنحط في العينة وببدأ اوصله بالفلتر ميمبرين عشان يقدر يعمل ترشيح بعد كده. نبدأ بقى نحضر القمع اللي احنا بنحط فيه العينة المية اللي حصل لها بواسطة الفلتر ميمبرين. القمع اللي هنستخدمه ده لازم نعقامه. فإما عقامه فيه لوتوكليف عن طريق ان انا الفه فيه آآ ورق سولفين كده فيه لوتوكليف واعقامه او عن طريق ان انا اعقامه بالتلهايب الكحولي. والتلهايب الكحولي يعتبر بالنسبة الاسرع واسهل في الوقت. فبيبدأ يعمل تعقيم للقمع بالتعقيم الكحولي ان هو بياخده يحطه ويغمره في قلب الكحولي. بعد كده يبدأ يعقامه على الهب يعرضه للفليم. آآآ فعن طريق طبعا الكحولي مع الهب ده بيعمل تعقيم للصوح الداخلي للقمع وبالتالي يتخلص من كل الميكروبات الموجودة. يبقى بعد خلاص ما عملت له تلهايب كحولي هبدأ بقى امسكه بالراحة بماسك عشان طبعا لو سخن. اثناء ما انا بعمل تلهايب كحولي بكون مسكه بماسك معدني عشان ما تلسعش. بعد كده ببدأ اسيبه يبرد تماما. ثم اوصله بوحدة الترشيح او وحدة الامع اللي عليه القرس الخاص بالترشيح او الفلتر ميمبرين. ويقفله كويس جدا وتأكد من احكام افلو. عن طريق فيه مقبض معين كده زي ما اه وتأكد تماما هو مغلق تماما كويس. هبدأ بعد كده احط العينة وعمل فلتريشن لعينة المية. عن طريق البامب اللي بيدخ هوا. هيحصل فلتريت لجزئات المية. واتخلص من الميكروبات الموجودة فيها. زي ما احنا شايفين هنا هوت خلاص بعد ما افلت الجهيز بتاعي. ابدأ ان احط عينة المية. وعمل لها فلتريشن. وآآ بوجود مضخة الهوا. يبدأ يحصل فلتريشن لي عينة المية اللي انا حتها كلها. خلاص بعد كده ما خلاص احصل فلتريشن بنبدأ بقى نفك الجهاز بفك المجبض الخاص بآآ في الجهاز. ويفصل واحدة القمع عن باقي واحدة ترشيح. ويبدأ احط القمع في آآ آآ بيكر خاص بالتعقيم. بيكر بيكون فيه كحول عشان برضو يبقى جاهز للشغل بعد كده. ده كده عود شكل الفلتر ميمبرين بعد ما شلنا غلاص القمع آآ الخاص بوضع العينة. آآ الفلتر ميمبرين زي ما احنا شايفين انا في بداية ما كنت مستخدمينك اللونه ابيض. آآ بعد كده بعد عملت الفلتريشن او الترشيح للعينة لحجز الجزيات آآ آآ او الشوائب وحجز الميكروبات ايضا. آآ بنلاحظ اللونه بقى بدأ يغمق شوية فده النتج ان فيه جزيات آآ قوية ميكروبات احتجزت على سطح الخارجي الغشاء آآ بعد كده بنبدأ بقى ننقل لقم تسعة ننقل الغشاء ده لطبق بتري في بيئة احنا عندنا في آآ في في التكنيك دوت بيبقى فيه اطباق آآ بيتري بلاستيك كده بتكون فيها بيئات جاهزة كل آآ بيئة خاصة بمجموع ميكروبية واحيانا احنا بنجهز هزي البيئات وبنصبها في الاطباق البتري. المهم بابدأ اكون مجهز عندي طبق بيتري مناسب لحجم آآ الورقة الترشيح وايضا بتكون مناسبة للمجموعة الميكروبية اللي انا بكشف عليها. هابدأ اخد الفلتر ميمبرين احطه على السطح من فوق اللي البيئة. البيئة طبعا بتكون منصلبة. فابدأ اخد الفلتر ميمبرين احطه. وكل خلايا ميكروبية موجودة على الفلتر ميمبرين هتتبقى تنمى وتكون مستعمر. انا بكون شغال في اطباق بتري بتكون حجمها صغيرة. اطباق اللياس صغيرة ديت. دي خاصة بيه الكشفة او العدد بتبقى حجمها صغيرة قد الفلتر ميمبرين او الفلتر غشياء اللي احنا بنستخدمه. ازا ما احنا شايفين ملاحظين كده ان الفلتر قد حجم الطبق بالزبط. ده بيسمح لي ان كل خلايا ميكروبية موجودة على سطح الفلتر بتبدأ تنمى. فدي اللي احنا بنستخدم. المهم ببدأ خلاص بعد ما زرعت الفلتر على سطح البيئة بحضن على درجة الحرارة والوقت المناسب لكل مجموعة ميكروبية. وهنلاحظ كل خلايا ميكروبية مكانها بدأ يكون مستعمر. فبنبدأ نعاد المستعمرات ديت باستخدام العدسة الصغرى. اه ونشوف عاد المستعمرات الموجودة عندنا على الفلتر ميمبرين قد ايه. وبنبقى طبعا ده نزبين والحجم العينة اللي احنا منستخدمها. يعني لو انا استخدمتي مية ميلي او عملتي فلتريشن لمية ميلي بيبقى ده الزمستعمرات اللي على الفلتر Martin range جاء من مية ميل ميا فقط. وبيحسب بقى عرض البكتريا الموجودة في حجم عينة اللي انا استخدمتها واللي يكن مية ميلي. وبيبدأ اطبق في المعادلة وهي عرض البكترية آآ الدليل او عرض البكتريا اللي الموجود في مية ميلي عينة بيساوي ايه بيساوي عرض كل المستعمرات على حجم العينة بالمليليتر اللي احنا اخدناها في كل ده مضروف في مية. يبقى كده بستخرج النسبة المقوية على المستعمرات في حجم العينة المأخوزة. طيب يبقى كده فهمنا يا شباب ان احنا عندنا في تقدير الجودة الميكروبيولوجية دي المياه. ان احنا بنعمل عد كل الميكروبات. تاني حاجة بنكشف عن المجموات الكولون. وده بعمله عن طريق تحليل قياسي للمية باختبار الاحتمالي والتأكيد والتكملي. اما عن طريق بستخدم المرشحات الغشائية. السلام عليكم يا شباب. اهلا بكم في الدرس العمل التاسع لمقرر الميكروبيولوجيا البيئة. ان شاء الله نستكمل في الدرس التاسع جزء الخاص بيكروبيولوجيا المياه. وهندرس فيه اختبارات التفرقة بين مجميع الكولون.